ترجمة نانسي قنقر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة وذلك في عقاب الاجتماع الرابع الذي عقد بمجلس النواب والذي حضره رئيسه وأعضاءه كلا الجانبين النيابي والحكومي وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب وأكد زايد أن التوافق النيابي الحكومي على غالبية بنود برنامج عمل الحكومة والتجاوب الحكومي مع معظم ما تقدمت به اللجنة النيابية من مقترحات بالتعديل ما هو إلا مؤشر على أن مقترحات التعديل المتبقية ستنتهي بالتوافق لما فيه خير وصالح الجميع وبما يؤكد تمسك اللجنة وحرصها على أن يكون برنامج عمل الحكومة نقطة الانطلاق للعمل النيابي والحكومي المشترك للحفاظ على مكتسبات الوطني والمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة في ملفات التقاعد وإعادة توجيه نظام الدعم ليصل إلى مستحقيه وبحرنة الوظائف وتحقيق الاستدامة للخدمات التنموية التي يأتي على رأسها الصحة والإسكان والتعليم ترجمة نانسي قنقر